من هو جون جاك روسو؟ جون جاك روسو هو كاتب وفيلسوف فرنسي برز في عصر التنوير وكانت أفكاره ونظرياته في التعليم والدين مؤثرة ومثيرة للجدل وقد كانت لجان روسو مساهمات في الموسيقى أيضا ولد جون جاك روسو في الثامن والعشرين من يونيو من سنة 1712 في جناب وهو من أسرة فرنسية نزحت إلى جناب واستقرت فيها وقد توفيت والدته بعد ولادته بتسعة أيام فقط كما تخلى عنه والده عندما كان عمره عشر سنوات إلا أن عمه تكفل به وقد تعلم روسو حرفة النقش على يد أحد النقاشين ديكوفان الذي كان يعامله بشكل سيء حيث كان يعامله كالعبيد وعلى الرغم من قسوة هذا النقاش بقي روسو مولعا بالقراءة فكان يقرأ الكتب في أي مكان وبشكل مستمر في سنة 1628 وصل روسو إلى جنوب شرق فرنسا مدينة أنسي والتقى البارون الكاثوليكي الفرنسية فرانسواز التي أرسلته إلى مدرسة كاثوليكية واستطاع روسو كسب المال من خلال عمله في الموسيقى والتدريس والسكرتاريا وأصبح ملما بالفنون الدرامية وكذلك اللغة اللاتينية وفي سنة 1742 انتقل روسو إلى فرنسا رغبة منه في أن يصبح ملحنا وموسيقيا وتقدم إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم بنظام جديد للترميز الموسيقي إلا أن طلبه قوبل بالرفض ولكن روسو استمر في حبه للموسيقى حيث قدم عمله الموسيقي المشهور للملك لويس الخامس عشر في عام 1752 واستطاع أن يصبح سكرتيرا للسفير الفرنسي في البندقية لمدة 11 شهرا تعرض روسو للهجوم بسبب الكتب الدينية التي كان يؤلفها حيث تم حضرها في كل من جينيف وفرنسا وبسببها حرب روسو أكثر من مرة ولجأ إلى الفيلسوف ديفيد هيوم في إنجلترا إلا أنه أصبح فيما بعد يعاني من أوهام حول مؤامرات تحاك ضده وكان يعتقد أن ديفيد هيوم كان متورطا فيها وعاد بعد ذلك إلى فرنسا في سنة 1767 تحت اسم المستعار وبعد ثلاث سنوات سمح له بدخول فرنسا بشرط أن لا يقوم بنشر أي من كتبه إلا أنه بدأ بكتابة اعترافاته فقامت الشرطة بإيقاف كتاباته ولم تظهر هذه الإعترافات إلا بعد وفاته ظهرت آراء روسو في العديد من مؤلفاته ومن أهم هذه الآراء عارض روسو ممارسة الناس للسيادة من خلال جمعية تمثيلية أو وكلاء وذكر أن الناس يجب أن يضع القوانين بشكل مباشر كما هاجم روسو الملكية الخاصة بشكل كبير وكان يرى أن من أهداف الحكومة ضرورة ضمان المساواة والحريات للناس جميعا في الدولة بغض النظر عن رأي وإرادة الأغلبية ذكر روسو في كتاب إيميلي أنه من الضروري تعليم الطفل كيفية العيش بطريقة صحيحة وأن أحد الأمور المهمة في التعليم هو التعلم من خلال التجربة كما كان له رأي في تثقيف النساء من خلال تربيتهن وتعليمهن ليحكمن بدلا من أن يحكمن عارض روسو الأشخاص الذين يريدون إبعاد الشباب عن الحب يصورونه كأنه جريمة فهو يرى أن فطرة الشباب سوف تلهمهم وليست الدروس المضللة الخادعة كما وصفها تبنى روسو بعض الآراء في الحضارة والعلم فقد كان يرى أن الحضارة ليست من الضروري أن تكون أفضل من الحياة البسيطة كما تحدث عن تعرض الناس للفساد بأشكال مختلفة في داخل المجتمع الحضاري المتقدم من أقوال جون جاك روسو من منا يتمنى أن يعيش إلى الأبد؟ الموت منة شفاء للداء الذين تسببوا فيه إذا رفضت الطبيعة أن نتألم على الدوام حين أرى الظلم في هذا العالم أسلي نفسي بالتفكير في أن هناك جهنم تنتظر الظالمين وما يحز في قلبي عند الإنزلاق هو أنني أعلم أنني كنت قادرا على الصمود المرأة تحيى لتسعد بالحب والرجل يحب ليسعد بالحياة الرجل من صنع المرأة فإذا أردتم رجالا عظاما فعليكم بالمرأة تعلمونها ما هي عظمة النفس وما هي الفضلة إن الرجال يعيشون حياة أفضل بدون نساء أما النساء فلا يمكن لهم أن يعيشن حياة أفضل بدون الرجال بعد تراجع صحة جون جاك روسو توجه إلى الريف طلبا للراحة وقد قابل دعوة أحد المعجبين أشد المعجبين به وهو المركيز جيرار فاستضفعه في قصره وكان يأخذه في نزهة الريفية باستمرار وقد كان روسو في هذه الفترة يعطي دروسا في علم النباتات لإبن المركيز وفي أحد الأيام خرج روسو لجمع الأعشاب كالمعتاد إلا أنه شعر بضيق في صدره بعد تناوله اللبن والقهوة وسقط على الأرض وتوفي في وقتها انتشر خبر وفاة روسو بشكل سريع حتى ظهرت إشاعة تقول إنه توفي منتحرا أو أنه قتل إلا أنه لم تثبت صحة هذه الإشاعة